بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله طالبتنا الأعزاء اليوم عندنا أسئلة الامتحان السابع وسيكون هذا الامتحان في محاضرات سلسلة الصاعدون إلى السادس الخاصة بمشتقات الدوال الجبرية من المحاضرة الثامنة إلى المحاضرة رقم 12 إذن 8 9 10 10 11 11 اليوم رح يكون عندنا خمس أسئلة ولكل سؤال 20 درجة صارت 100 السؤال الأول بسيط جدا إذا كانت الواي تساوي X4 ناقص 7 أس أربعة هل أن المشتق الأولى مالتها 8 في X4 ناقص 7 تكعيب رح تقول لي صح أو خطأ تأخذ عليه 20 درجة السؤال الثاني إذا كانت الواي تساوي X4 ناقص 3 X تكعيب زائد 2 X4 ناقص 5 X زائد 8 فلهل أنها تساوي 4 X تكعيب ناقص 9 X4 زائد 4 X ناقص 5 رح تقول لي صح أو خطأ السؤال الثالث إذا كانت الواي تساوي X تربيع ناقص ثلاثة في ثلاثة X ناقص أربعة فإن المشتقة الأولى هل هي A أم B أم C أم D السؤال الرابع الأفوف X تساوي رح تشتقها مشتقة أولى ورم تكمل رح تعوض مكان للX سالب 2 هل الجواب سالب 13 أم 17 أم سالب 17 أم غير ذلك رح تختار واحد من الإجابات الأربعة السؤال الخامس إذا كانت الأفوف X تساوي 5 على جذر 2 ناقص ثلاثة X فإن المشتقة الأولى لها هل تساوي A أم B أم C أم D حظا موفقا للإجابة على هذه الأسئلة أمامك ساعة كاملة للإجابة عن هذه الأسئلة وانتظر نشر الحلول الكاملة لهذه الأسئلة قبل ما أروح لهذه الحلول بالنسبة لطلاب المجاميع الخاصة مجاميع البنات تسلسلهم من واحد إلى ستة رح أطلب منك رقم المجموعة مجاميع البنات رقم المجموعة لا تكتب لي بنات الأزل واحد ما رأي ET ci إذن هنا البنات يكتبوا لي أما واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة فقط إذن من خلال هذا الجدول الموجود أما البنين ليكتب لي البنين مجموعة واحد ما رأي المجموعة واحد البنين الأول المجموعة الأولى أزل يكتب لي سبعة المجموعة الثانية يكتب لي ثمانية المجموعة الثالثة يكتب لي تسعة بنين المجموعة النظامي الحرية عشرة بنين ندى صباح دعش الضيوف اللي هم ما منتمين إلى أي وحدة من المجاميع الخاصة كل الضيوف سواء كان بنين أو بنات يكتبون المجموعة اثنعش إذن انتظرونا مع الأجوبة لهذه الأسئلة حظا موفقا في أمان الله